لا تترك حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فرصة لا استثمرتها لصالح تواجهاتها المعادية للمسلمين في البلاد فيروس كورونا الذي تكفح أكثر دول العالم ضده من أجل الحفاظ على أرواح شعوبها ترى فيه الحكومة الهندية فرصة سانحة لتعميق الكراهية ضد المسلمين في المجتمع الهندي ولو كان ذلك بترويج شائعات مغلوطة بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الصحيفة كشفت في تقرير لها عن أن وزارة الصحة الهندية تزعم أن المسلمين ينشرون فيروس كورونا في المجتمع الهندي الأمر الذي أسفر عن موجة من الهجمات المعادية للمسلمين في جميع أنحاء البلاد نفذها متطرفون هندوس على الشباب المسلم الذين كانوا يوزعون الطعام على الفقراء كما تعرض مسلمون آخرون للضرب وأعدم بعضهم أو نفوا من أحيائهم أو هجموا في مساجدهم سياسات الحكومة الهندية ثالت غضب المنظمات الحقوقية الدولية إذ أصدرت منظمة هيومن وايتسواتش تقريرا يدين تلك السياسات لسيما ما يتعلق منها بقانون المواطنة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل والذي تراه المنظمة الحقوقية تهديدا لحقوق ملايين المسلمين الهنود فالقانون يسحب الجنسية الهندية من المسلمين في ولاية أسام ما لم يثبتوا بالوثائق أن أسلافهم كانوا هنودا قبل قيام دولة بنجلادش عام 1971 بينما تمنح الجنسية الهندية بموجب نفس القانون للبوذيين والهندوس والسيخ والمسيحيين القادمين من باكستان وبنجلادش وأفغانستان إذا أقاموا في الهندي ست سنوات فقط هي إذن حلقة جديدة من مسلسل العداء للمسلمين في العالم حلقة لا تنفصل عن معاناة المسلمين الإيغور والروهينجا وغيرهم من المسلمين المضطهدين في أنحاء العالم